اكتئاب النساء بعد الولادة ليس حكراً عليهم فالآباء الجدد معرضون أيضاً لهذا المرض بعد وصول المولود الجديد دراسة جديدة انكشفت أن الرجال الذين يصبحون آباء في منتصف العشرينيات من العمر هم أكثر عرضة للاكتئاب خلال السنوات الخمس الأولى الدراسة التي نشرتها جامعة شيكاغو وجدت أن من يصبحون آباء في منتصف العقد الثاني من العمر يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ووفقاً للدراسة فإنه خلال السنوات الخمس التي تلي ولادة الطفل زاد الاكتئاب عند الآباء بنسبة 68% في الاستطلاع الذي شمل ما يزيد عن عشرة آلاف رجل معدل عمرهم 25 عاماً اكتشاف من شأنه المساعدة في إيجاد حلول وعلاج لمرض الاكتئاب بين الرجال كما تم إيجاد علاج لمرض الاكتئاب عند الأمهات ويرى القائمون على الدراسة أن النساء لسنا وحدهن في حاجة لمراقبة حالتهم بعد الإنجاب وملاحظة علامات الاكتئاب لديهن بل تدعو الدراسة لأن تشمل الفحوصات الآباء أيضاً مع العلم أن اكتئاب الآباء له تأثير ضار على الأطفال خلال السنوات الأولى المهمة في العلاقة بين الأهل والطفل زينب خرفاتي العربية